وفي ظلم نراقبه من التحركات الخاصة بالبنوكة المركزية نراقب قرار المركزي الأوروبي فيما يخص مصار السياسة النقدية ولكن دعونا أن نقف على التطورات الأخيرة التي شاهدناها فيما يخص هذا المصار والتوقعات اليوم للسوق فعليا ما هو المصار الذي قد يتجه إليه الإي سي بي هذه المرة التوقعات تتجه نحو خفض لمعدلة الفائدة آخر بالنسبة للاجتماع المرتقب في الثاني عشر من سبتمبر الجاري بخمسة وعشرين نقطة أساس إلى مستوية ثلاثة ونصف في الأممئة وهذا يعتبر نتحدث عن الخفض ثاني للعام الفين واربع وعشرين من قبل المركزي الأوروبي بالنسبة للاقتصاد وما شاهدناه من الأرقام الأخيرة التي شاهدها من اقتصاد منطقة اليورو على مدار الفترة الماضية وكنا شاهدنا التطور الذي شاهدناه على الرغم من أننا الأرقام الأخيرة عدنا نتراجع من هذا النمو الذي كان في حدود 0.3% إلى عشرين النقطة المئوية ولكن لا يزال بالنسبة لهذا النمو الإيجابي على الرغم من هذا التباطئ الذي شاهدناه مقارنة بالأرقام الأخيرة التي سجلها الاقتصاد الأوروبي بالنسبة للاقتصادات الأوروبية كنا شاهدنا المخاوف المتعلقة من استمرار ضعف الاقتصاد تحديدا بالنسبة لأكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية نتحدث عن ألمانيا وإنكماش اقتصادها بعشر نقطة المئوية في الربع الثاني والتي تتخلف عن كبرى اقتصادات العالم لما قرنناها بالنمو بالنسبة لإقتصادات الدول الأخرى كأمريكا اليابان وغيرها من الدول حتى بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى كإسبانيا إيطاليا وكنا شاهدنا التراجع كان بالنسبة لإيماش الذي سجله الاقتصاد الألماني مقارنة بالاقتصادات الأخرى مستويات الأجور لمعدلة التضخم في المنطقة كنا شاهدناها ارتفعت بشكل أسرع من أرقام التضخم على مدار الفترة الماضية وتحديدا بالنسبة للتضخم الذي كنا شاهدناه على التراجعات حتى لبعض الدول الأوروبية بشكل عام التراجعات التي طالت معدلات التضخم أو كنا شاهدنا تباطئ بالنسبة لهذه الأرقام الأخيرة في الاقتصاد الأوروبي ودول الاقتصاد الأوروبي إذن هذا الاجتماع المرتقب ولكن على ما يبدو اليوم السوق سعرت بشكل رئيسي بأننا قد نشهد خفض آخر اليوم من قبل المركزي الأوروبي اشتركوا في القناة